اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والقطعة الثالثة ذات كتافة ضعيفة إذن نأخذ مترقة ونقوم بالضرب على القطعة الأولى نلاحظ انتشار الموجات الزلزالية عبر القطعة ولدينا جانبه تسجيل سرعة الانتشار نقوم بنفس العملية بالنسبة لقطعة الثانية نقوم بالضرب نلاحظ انتشار الموجات عبر القطعة ولدينا جانبه تسجيل سرعة الانتشار نفس العملية كذلك بالنسبة لقطعة الثالثة نقوم بالضرب نلاحظ انتشار الموجات الزلزالية عبر القطعة ولدينا جانبه تسجيل سرعة الانتشار الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها وهو أن السرعة كانت مرتفعة فيما يخص القطعة الأولى ذات الكتافة المرتفعة وكانت متوسطة فيما يخص القطعة الثانية ذات الكتافة المتوسطة بينما كانت ضعيفة فيما يخص القطعة الثالثة ذات الكتافة الضعيفة ونلاحظ كذلك بأن السرعة كانت تابتة في جميع الحالات سواء بالنسبة للقطعة الأولى، الثانية، والثالثة الاستنتاج الذي يمكن أن نستنتجه وهو أنه كلما ازدادت كتافة الوسط إلا وازدادت سرعة انتشار الموجات الزلزالية وكذلك عندما تخترق الموجات الزلزالية أو صاد متجانسة تكون السرعة تابتة نمر الآن إلى جزء الثاني من التجربة لدينا الآن قطعتين مختلفتين القطعة الأولى ذات كتافة مختلفة وتتكون من مادتين مختلفتين الجزء الأول ذو كتافة أكبر من الجزء الثاني نقوم بنفس العملية السابقة، نقوم بالضرب على القطعة نلاحظ انتشار الموجات الزلزالية عبر القطعة ولدينا جانبه تسجيل سرعة الانتشار الملاحظة الأولى التي نلاحظها وهو أن السرعة كانت مرتفعة فيما يخص الجزء الأول ذو الكتافة الأكبر بينما انخفضت في جزء الثاني ذو الكتافة الأقل وكذلك نلاحظ ملاحظة سنجيل مهمة وهو أنه هناك تغيير مفاجئ للسرعة عندما انتقلنا من الجزء الأول إلى الجزء الثاني مما يؤكد لنا بأن الموجة انتقلت من مادة إلى مادة أخرى تختلف عنها كليا من حيث الطبيعة الفيزيائية نمر الآن إلى القطعة الثانية نقوم بنفس العملية السابقة نقوم بالضرب ونلاحظ انتشار الموجات الزلزالية ولكن قبل ذلك هذه القطعة تتشكل من مادة واحدة ولكن مختلفة من حيث الصلابة أي أن الصلابة تقل تدريجيا كلما انتقلنا من اليسار إلى اليمين الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها وهو أن السرعة كانت متفعة في الجزء الصلابة الأكبر بينما انخفضت تدريجيا في الجزء الصلابة الأقل إذن الاستنتاج الذي يمكن أن نستنتجه من خلال دراسة مبيان كل من القطعة الأولى والثانية وهو أن سرعة الموجات الزلزالية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الفيزيائية والكيميائية للوسط الذي تخترقه إذن بعدما استنتجنا بأن سرعة الموجات الزلزالية ترتبط ارتباطا وثيقا بكثافة والصلابة الوسط الذي تخترقه نمر الآن إلى تحديد الطبقات المكونة للكرة الأرضية لدينا على الشاشة كما نلاحظ منحن تطور سرعة الموجات الزلزالية P و S حسب العمق ولدينا كذلك منحن تطور الكثافة حسب العمق وأخيرا بالإضافة إلى ذلك لدينا مجسم يمثل لنا قطعة من الكرة الأرضية نلاحظ وجود سطح الكرة الأرضية وكذلك مركز الكرة الأرضية فيما يخص منحن تطور الكثافة حسب العمق نلاحظ أن الكثافة تزداد كلما انتقلنا من السطح إلى مركز الكرة الأرضية الشيء الذي يبين لنا أن البنية الداخلية للكرة الأرضية غير متجانسة أي أنها تتشكل من أجزاء ذات طبيعة فيزيائية مختلفة نمر الآن إلى منحن تطور سرعة الموجات الزلزالية P و S فيما يخص الموجات P أول شيء نلاحظه وهو أن سرعة الموجات P غير تابتة بحيث تعرف ثلاث تغييرات مفاجئة للسرعة تسمى هذه التغييرات بالانقطاعات الانقطاع الأول في عمق يناهز 30 كم ويسمى بانقطاع موهو القطاع الثاني في عمق يناهز 2900 كم ويسمى بانقطاع جوتنبرغ والانقطاع الثالث في عمق يناهز 5100 كم ويسمى انقطاع ليهمن بالنسبة لمنحن الخاص بسرعة انتشار الموجات الزلزالية P الشيء الذي يتيل انتباهنا وهو أن سرعة انتشار الموجة تتوقف في عمق يناهز 2900 كم وقد تبين تجريبيا بأن الموجات الزلزالية S لا تنتشر في الأوساط السائلة الشيء الذي يؤكد لنا أنه على عمق 2900 كم ننتقل من جزء دو طبيعة فيزيائية صلبة إلى جزء دو طبيعة فيزيائية سائلة نقوم الآن بإسقاط هذه الانقطاعات على المجسم أعلى لتحديد البنية الداخلية للكرة الأرضية هذا يؤكد لنا بأن الأرض تتشكل من عدة أجزاء دو طبيعة فيزيائية وكيميائية مختلفة إذن بفضل دراسة منحنة تطور سرعة الموجات الزلزالية P و S تمكننا من تقسيم الكرة الأرضية إلى الأجزاء التالية أولاً الغلاف الصخري أو الليتوسفير ثانياً الأستينوسفير أو الرداء المتوسط ثالثاً الرداء العميق أو الموتو انفريار رابعاً النواة الخارجية أو النويو إكسترن وأخيراً البدرة أو النويو أنتع فيما يخص الغلاف الصخري فيتشكل من جزئين الجزء الأول يضم القشرة الأرضية وتضم بدورها القشرة المحيطية والقشرة القارية وكذلك يضم جزء من الرداء العلوي يمتد سمكه من عمق 30 إلى عمق 100 كم ويكون سلباً أما فيما يخص الأستينوسفير فيتراوح سمكه ما بين 100 إلى عمق 700 كم ويكون أقل صلابة بالنسبة للغلاف الصخري أما فيما يخص الغلاف العميق فيتراوح سمكه ما بين 700 كم إلى عمق 2885 كم ويكون كذلك صلباً وكذلك بالنسبة للنواة الخارجية أو النويو أكسترن فيتد سمكها حوالي 2885 كم إلى عمق 5150 كم وتكون سائلة وأخيراً فيما يخص البدرة أو النويو أنترن فيتراوح سمكها ما بين 5155 كم إلى مركز الأرض أي حوالي 6400 كم وتكون كذلك صلباً لهذا أعزائي المشاهدين ننهي درسنا في هذه الوحدة وإلى اللقاء في شريط المقبل بإذن الله اشتركوا في القناة